ما فيه الشك أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة فيه السيدة الرئيس عبدالفتاح السياسي قطعت شغط كبير جدا في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية عشر سنين كانوا شاهدين على أحداث تطور ضخم جدا في منظومة الصحة المصرية وشفنا فيهم إنجازات كتير زي مثلا مبادرة 100 مليون صحة اللي تصدت وقضت بالفعل على فيروس سي عند ملايين من المواطنين المصريين ولقيت ترحيب عالمي حتى من منظمة الصحة العالمية أشارب التجربة المصرية في هذا المجال وشفنا إشهادات دولية في هذا الأمر شفنا أيضا بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية شفنا أيضا مشروع اسمه مشروع التأمين الصحي الشامل ربما لم يصل إلى العاصمة القاهرة لكنه بدأ في مدن القناة وبتسعى الدولة المصرية من خلاله عشان تضع نظام تكافلي اجتماعي صحي بيقدم خدمات صحية بجودة عالية زي ما بنشوفها كده في دول أوروبا لكل فئات المجتمع المصري بدون أي تمييز على ذكر طبعا المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة يا مصطفى يعني عايز أقولك أن المبادرة دي بتمثل واحدة من أهم الإنجازات الكبيرة اللي حصلت في المنظومة الصحية وبيندرك تحتها بقى عشرات المبادرات الصحية الكتير للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين أقول ما بيبقى فضط نمامته لحد ما بنتكلم على الرعاية الصحية لكبار السن بنتكلم عن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس C زي ما أنت قلت غير الأمراض الغير السارية واللي نجحت في فحص يمكن أكتر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية سهمت كمان في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكتر من 92% سنويا وده رقم كبير جدا ده غير إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة واللي نجحت في علاج عدد كبير جدا من المواطنين خليني أقولك أن المبادرة دي فعلا مهمة جدا جدا لأننا النهاردة بنتكلم عن صحة المواطن بنتكلم عن حياته ككل لو بعد 30 يونيو أو إحنا زي ما أنت دايما تقول كشف حساب يعني عن 30 يونيو إحنا بنتكلم عن الإنجازات في كل قطاع لكن خلينا نتكلم عن قطاع الصحة حصل فيه تفرة كبيرة جدا جدا صحيح يعني أعيز أقولك الناس كلها تقول إيه الصحة والتعليم الصحة والتعليم فين الصحة وفين التعليم الواقع بيؤكد أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغلوا على مدار السنوات اللي فاتت على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ربما كافة الإمكانات سخرت من أجل تحسين خدمات المنظومة الصحية وتغيرها نحو الأفضل ده كان ظاهر وبايم جدا فيه كل المشروعات اللي اتعاملت من أجل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من أجل تزويد المستشفيات الحكومية بأحدث المعدات والأدوات المستخدمة في علاج المرضى يعني وانا بعمل سيرتش كده عن الحلقة النهاردة على الانترنت عشان نشوف يمكن إيه اللي حصل فيه هذه أو هذا القطاع بالتحديد ملف الصحة طبعا اكتشفت أن استراتيجية الدولة المصرية طبعا سيد رئيس بخصوص الارتقاء بالمنظومة الصحية فيه مجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة جدا جدا خلوني بقى أشاركها مع حضرتكم دلوقتي يعني مثلا فيه تقرير لوزارة الصحة رصدت من خلاله أرقام مهمة عن رفع كفاءة المستشفات فقالت إيه بقى؟ قالت أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه 27 مليار و561 مليون جنيه ده رقم طبعا كبير جدا نتكلم طبعا غير أن فيه 51 مستشفى و310 وحدة ومركز تكلفه 22 مليار و133 مليون جنيه كمان تم تطوير مرفق طبعا الإسعاف ب84 مشروع بتكلفة وصلت لأكتر من 4 مليار جنيه فطبعا إحنا بنتكلم في أرقام مهولة عشان يتم تطوير هذه المؤسسات أو المستشفات والمراكز والإسعافات الخدمات الصحية للمواطن أرقام كبيرة جدا جدا يعني لما بنتكلم لأكتر من 4 مليون في 4 مليار أنا أسفة لمرفق الإسعاف فقط دا إحنا شفنا كمان عربات الإسعاف حصل فيها طفرة كبيرة جدا وشفنا كمان الجهد اللي حصل في المستشفى الحكومية أنا عايز أقول برضو مش بس الكلام ده على فكرة بسان أنت تعرف أن يعني فيه 30 مستشفى نموذجي فيه 11 مستشفى تانية تم تطويرهم خلال الفترة الأخيرة والتطوير ده تكلف حوالي 4.5 مليار جنيه يا جماعة بتكلم في يعني منظومة أرقام ضخمة جدا طبعا المرفق الصحي في مصر مرفق بيخدم أكتر من 100 مليون مواطن بتكلم في كم وعشرين محافظة فيهم مراكز صحية بقى لهم سنوات طويلة جدا لم تطلهم يد التغيير أو التجديد عشان تغير كل ده بالتأكيد حياخد وقت لعايز يشوف المنظومة الصحية حصل فيها إيه يذهب إلى مدن القناة ويبدأ من محافظة فورسعيد يشوف هناك منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت إزاي وإزاي المنظومة دي اللي تصممت وتعاملت على أفضل ما تم الخروج إليه من منظومات التأمين الصحي في الدولة الأوروبية وفي الدولة الخليجية حيعرف إزاي إحنا ماشيين على نموذج ربما سيتم الاحتداء بيه كمان في تجارب كل الدول اللي بتعمل منظومات لمواطنيها والعلاك حيكون بالمجان العمليات حتكون بالمجان كل الخدمات الصحية حتكون بالمجان في منظومة أمن الصحي الشامل يكفي أن أنت يبقى معك حاجة واحدة بس اللي هي بطاقة الرقم القومي اللي تقول فيها أنا مواطن مصري وعايزة تعاليك بتأكيد الكلام ده هيصل للعاصمة تكلم في 20-30 عشان يصل للعاصمة ولكن المنظومة كلها علشان تتغير محتاجة وقت وإحنا شفنا ده أو شفنا إرهاصات ده على الكبير من المحافظات يعني يمكن زي ما أنت قلت هل إحنا بقى وصلنا لخلاص إحنا كده أنا كل اللي إحنا عايزينه لا لسه لكن إحنا النهاردة بنتكلم على أن إحنا قطعنا شهود كبير جدا جدا وصلنا يمكن بالمراكز الصحية دي لقرة ونجوع يمكن ما كانش في حد عارف عنها حاجة أصلا فالنهاردة قدرنا نوصل لها وقدرنا أن إحنا نوفر للمواطن في الأول في الأخر الحكومة المصرية عايزة أي أو الدولة المصرية عايزة أي عايزة توفر المواطن المصري حياة كريمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من تفاصيل ومعاني من أول المكان اللي عايش فيه لغاية صحيته لأنه في الأخر هيكون مواطن منتج النهاردة لما حافظ على المواطنين وما يبقى أقضي على حاجة زي فيروس C فأنا عندي النهاردة المواطنين قادرين ينتجوا بالصحة قادرين نحافظ عليهم على كرامتهم وعلى حياتهم دي يمكن الاستراتيجية وإحنا بندور النهاردة ونتكلم عن ما أنجزه في هذا القطاع دي استراتيجية الدولة على كل حال إحنا النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في فقرة عن إنجازات تمت في هذا الملف ملف الصحة قبل 30 يونيو وكيف أصبح الآن